ينضم إلينا من الجزائر مراسلان حسان جزائري وكريم قندولي أبدأ معك حسان فيما يتعلق بدعوات الإضراب ما هي الجهات التي دعت إليها وهل أتت ثمارها هذه الدعوات بأن هناك نية لدى الحكومة بتأجيل الانتخابات أو إلغائها نعم شكرا سينار من أبرز التنظيمات النقابية التي دعت إلى هذه الإضرابات هي الكونفيدرالية النقابية للقوى المنتجة وتضم عددا من النقابات المستقلة التي تشتغل في الغالب في قطاع الطاقة وإنتاج البترول لحد الآن لا نلمس هنا في الجزائر العاصمة حقيقة استجابة واسعة للإضراب فالحياة تسير بشكل عادي محطات الوقود مفتوحة المحلات مفتوحة وحسب ما وصلنا من أصداء فإن المناطق التي كان فيها الإضراب بشكل واسع هي كل من مدينة لبويرة وتزيوزو وبجايا وبومرداس بشكل نسبي أما المناطق الأخرى فلم يكن فيها الاستجابة للإضراب بشكل واسع ربما هنا ندخل في إشكالية التنسيق فيما بين النقابات لأن عديد من النقابات المستقلة الأخرى لم تلتحق بهذه الحركة الاحتجاجية لمحاولة التأثير على المصاري الانتخابي وإرغام السلطة على التراجع على هذا المصاري حيث يدرس الأطفال في غالب المدارس بشكل عادي لأن النقابات التربية لم تلحق بهذه الحركة الاحتجاجية طيب كريم يعني فيما يتعلق بها الحملات الدعائية وآخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات وهذا مصار آخر يعني الكل الآن كل المترشحين الخمسة يودون الالتحاق بمجمل الأفكار والبرامج التي لم يتترق لها خلال الفترة الماضية الآن يتم عمل حوصلة كاملة الالتقاء مع الإعلاميين من أجل ربما التسويق أكثر في اللحظات الأخيرة والأمطار الأخيرة من الانتخابات الكل يعد الآن بمحاربة الفساد وتحرير القضاء وتحرير وفضاء الإعلام ومنح امتيازات ربما للتبقى الهشة مع الإعفاء الضريبي ومغازلة الفئة الاجتماعية التي ربما بإمكانها أن تحسم هذا السباق الانتخابي لا سيما المرأة الآن يتم التركيز بصفة خاصة في كل الخطابات التي رأيناها في جل هذه الحملة الانتخابية على المرأة لأنها يعلمون بأن ربما قد تتعلم تحسم هذه الانتخابات مثل ما قد فعلتها من قبل في الفترات الماضية خاصة في زمن بوتفليق لأنه كان دائما يركزه على المرأة اليوم ربما أيضا الأهم في العاجل قد ظهر خبر التماس وكيل الجمهورية للمتهمين والضالعين في قضايا الفساد وأهمهم عبد الملك سلال وأحمد أويحيى والوزيرين الأولين السابقين وكيل الجمهورية التمسى عشرون سنة حبسا نافذة وأيضا عشر سنوات في حق رجال الأعمال في ملف السيارات وأهمهم بعيري وعرباوي ومعزوز مع غرامة مالية بثلاثة ملايين دينار جزائري ما يقابل ثلاثمائة مليون سنتيم كريم كريم يعني فيما يتعلق بالانتخابات والحملات الافتعائية هل هناك التزام بإنهاء هذه الحملات اليوم من المؤكد أن اليوم سيكون آخر يوم بموجب ما يفرضه قانون الانتخابات وبموجب ما تنص عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أي مترشح سيتجاوز هذا اليوم ويدخل في الصمت الانتخابي سيتعرض لعقوبات قاسية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتالي هم مجبرون لأن نص القانون واضح ولا يمكن بأي حالة من الأحوال أن يتم كسر هذا الصمت الانتخابي بعد دخوله ابتداء من منتصف الليلة وابتداء من منتصف الليلة سندخل ثلاث أيام من الصمت الانتخابي وبعدها ستكون انتخابات الثاني عشر من ديسمبر هكذا ينص عليه الدستور بعد استدعاء الهيئة الناخبة يعني يوم الخامس عشر من سبتمبر الماضي إذن كريم قندوليو حسان جزائري مراسلانا من الجزائر شكرا جزيلا لكم